مكملين مع حضراتكم ومهرجان العالمين ومفاجآت مهرجان العالمين والصوت المصري الطرب الأصيل اللي بيجمع ما بين عمالقة الزمن الجميل رشدي والعزبي اللي قدر بسرعة الصاروخ يدخل قلوب الناس ويعني يحجز مكانه في أرض الشهرة والأضواء رحبوا معايا بالفنان ريدا البحراوي مساء خير عليك مساء الله يا فنان ربا لا يخليك سعيدة أنت موجود معايا في مهرجان العالمين والناس منتظراك والحفل سول داوت والناس جاية تسمع ريدا البحراوي الحمد لله دا توفيق من عند ربنا الأول وبركة دعوة الولدين وأنا مبسوط أن أنا في مهرجان العالمين دي حاجة بالنسبة لكبيرة قوي 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 وكان نفسي فيها بصراحة من زمان أن أنا أكون في مهرجان العالمين وأشارك معكم حضرت زي للمهرجان وإيه اختلاف اشتراكك في المهرجان غير بقى الأفراح وأنت بتحب الأفراح تحب تكون موجود وسط الناس مهرجان حفلة مختلفة هو مهرجان على مين جالي توفيق من عند ربنا والحمد لله اشتغلت على نفسي كتير وموضوع الأفراح اشتغلت أفراح كتير وحفلات كتير بس المرة دي النهاردة يعني المهرجان دا مختلف بالنسبة لي قوي 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 وحلو بالنسبة لي قوي وأنا مبسوط جدا والله الجمل بتاعتك في الأفراح الناس بتفضل تقودها على السوشيال ميديا وبتعمل ترند والناس حفظاها وحنفضل أبطالها لحد ما نبطل أنا شفت الفيديو بتاع حودة وهو بيعاية وانت حضنه وفضلت وتغنه مع بعض تقول الفرح لحد ما بقى ضحكته من هنا لحد هنا أنت كل الأعمار ما شاء الله بتحبك كبير وصغير وكل طبقات المجتمع بتسمعك الحمد لله ودي مش حاجة سهل الحمد لله ريدا البحروي بيشوف إيه السر ورا النجاح دا السر ورا النجاح اللي أنا توفيه برضو مع عندي ربنا الأول وأنا بحب كل الناس وابقى وابقى من جواي وبحب أتعامل هنا الصفرة يا ريدا فيه كتير بس ربنا كتير ها ونت في الوقت بتبعت لهم رسائل في الأخيان بنفضل لقول إحنا إيه بقى إيه ربنا ما شميتهم فينا أيوا اللي حطين يعنيهم علينا بس الجمل دي كلها بتبقى ارتجالية يعني هاي بجيلك كده برفرح على الستاديو عايزة كمان أتكلم معك على تيترات المسلسلات وأغنية فيلم البوعب ومكسارة الدنيا دي دي وبينك وبين مسلم الحمد لله مسلم طبعا محترم حد محترم مسلم ومطرب كويس جدا وأنا مبسوط أن أنا شاركت مع مسلم ومبسوط أن أنا شاركت مع الأستاذ عمير قرارة ولفينا الدنيا ولفينا الدنيا والأغنية كسارة الدنيا وعمائة تريند لحد النهاردة الحمد لله وحكايتك إيه مع التيترات انت بتريت مع تيتر هوجن أستاذ محمد عدل إمام أستاذ محمد عدل إمام يعني هفضل من هنا لحد آخر عمري هفضل أشكر فيه بجولة أحية برضو الأستاذ محمد عدل إمام هو سبب السعد علي وبيتفسائل بي أنا الأستاذ سطر عب سطر طبعا سبب السعد علي كتير وبشكر أخوات سيد البحراء ومدير أعمالي وبشكر أستاذ أحمد جلال برضو مدير أعمالي كلهم أخواتي وحباين بيساعدوك في اختيارات الأغانية كل حاجة بتختار الأغاني زي عندك معايير معينة وأنت بتختار أغانيك لا ما بختارش لوحتي أنا مثلا أغنية جيلي مثلا بقعد في البيت أنا من نوع أن أنا بحب البيت قوي ما بحبش أخرك ما بحبش أصهر كده فبعد في البيت مثلا لازم أسمع السيدة سمع حد ما يعني طب والولاد حد بيسمع معك أنا عارفة ما شوء الله أن أنت عندك تمام وليت أنا عندي مالك آه عندي مالك عنت ما الولادة الحفضل ده مالك بيغنسته كويس آه عنده كم سنة بيغني زيك من هو عنده 8 سنين؟ آآ مالك آه بيغني زيه وعنده 8 سنين وبتاخده معك في الحفلات؟ مش كتير يعني طب وإنت شايف أن هو ممكن يبقى زي رضا البحراوي؟ تشجعه إزاي؟ ده بتاع ربنا بتاع ربنا ده كل ده بتاع ربنا طب رضا البحراوي محضر إيه جديد؟ إن شاء الله في أغنية جديدة عن الصحاب بس زي صاحبك ده من بختك كده صاحبك ده من بختك صاحبك ده من بختك وفيه ستائل تاني اللي هو فيها عتب شوية كده على الصحاب بتاع اللي حكالك عني؟ وإنت صدقته آآ جدوا حكالي عنك دي ارتجالي برضو كده على الستجي كنت بقوله على الستجي يعني أنت ما بيبقاش في دماغك أن أنت بتبعت رسال للناس في الأغاني؟ لا 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 خالص ما بعتش رسال للناس ولا كده بس هو ورد يعني موضوع فيه بيعجبني بقوله بطلع على الستجي ما تليني نقيله على طول وده التلقائية دي أنا شايفان سبب في دخولك قلوب الناس بسرعة صاروخ ما شاء الله؟ الحمد لله أصلي موضوع دي اسمها شعرات آآ في حد لبناني ولبنان كلها كده فأنا قلت عمل الشعرات دي في مصر آآ يبقى زينا زي لبنان وهو لون خاص بريدة البحراء لون كويس وجاي مع الناس لو لقيته مش جاي مع الناس مش هقوله خالص مش هتكمل فيه وعدين أي إشعار بقوله مفهوش ولا إسفاف ولا انت محافظة على مسألة انه طرب شعبي أصيل لكن في نفس الوقت بشكل إقاعي لازم أمشي تابع الموت أمشي تابع الموت أنا دلوقتي ما بقتش بخاطب فئة معينة بس بخاطب فئة كويسة وبخاطب برضو الشعبي وبخاطب هنا ويناء كل الناس كل الناس أنا ببارك لك على اشتراكك في المهرجان ومتشرفة أن أنت موجود معنا النهاردة طهد تكسر الدنيا على المصرح إنه سنتظارك مهرجان العالمين ومتنورين بردة البحراء شكرا جزيلا لنورتنا وأسعدتنا حبيبتي حبيبتي يا ربنا